هل عندك كرسات لتعليم الكتابة باللغة الإنجليزية؟ هذا هو السؤال الذي وصلني من أحد الأصدقاء وفي هذا الفيديو سنجيب على هذا الأمر ونتحدث عن مهارة الكتابة وكيف تحسنها في اللغة الإنجليزية سلام عليكم ومرحبا جميعا في أولى حلقات اسأل مجرب الموسم الثالث إذن أين تجد أفضل الكرسات لتعلم الكتابة وخاصة أن الكتابة بالإنجليزية مشكلة كبيرة لأن الكلمات تسمعها شيء وتكتبها شيء آخر هناك حروف صامتة هناك حروف مثل الحرباء تتغير وتغير لونها فمرة بهذا الصوت ومرة بذاك الصوت كيف تحسن من مهارة الكتابة في الإنجليزية الذين يبحثون عن الكرسات أريد أن أقول لك يا أخي الكريم ابتعد عن هذه العادة عندما يتعلق الأمر باللغة الإنجليزية الكرسات هي آخر ما تحتاجه ربما تحتاجها وخاصة إذا كنت في بداية الطريق لكن اللغة أساسا تأتي بالممارسة وحتى في مسألة القواعد أنت تحتاج للكرس بنسبة 20-30% وتحتاج للممارسة بنسبة 70% بمعنى أنك يجب أن تخصص من جهدك ووقتك القليل منه للكرسات والتعلم المباشر والوقت الأغلب هو للممارسة الممارسة كيف أن تستمع كثيرا أن تتحدث أن تكتب أن تقرأ لنعود الآن إلى موضوع رئيسي وهو الكتابة الكتابة في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى ثلاثة أقسام من أجل أن تقوي مهارة الكتابة أنت تحتاج أولا إلى أن تكتب الكلمات بشكل صحيح وهذا هو الإملاء تحتاج لنشاط يومي لممارسة الإملاء وسأدلك على أحد أفضل المواقع المجانية ثم تحتاج لموقع يساعدك لكتابة الجمل بشكل صحيح وسأدلك على أحد المواقع المجانية المستوى الثالث وهو أن تحسن مهارتك في كتابة الفقرات والمقالات القطع الكبير الكاملة وهذا له مواقع ومصادر مجانية تساعدك في هذا الأمر نبدأ بالمستوى الأول كتابة الكلمات بشكل صحيح خصص ربع ساعة كل يوم عبر موقع مجاني يسمى dailydictation.com تحدثنا عنه في فيديو سابق ستجد الرابط في الوصف أما لكتابة الجمل فاستخدم موقع يسمى grammarly اكتب الجمل الكامل أو حتى الفقرات وسيعطيك الأخطاء ويعطيك التصحيحات المتعلقة بالقواعد أو حتى باستخدام الكلمات وحروف الجر المناسبة وما إلى ذلك أما المستوى الثالث فأنت تحتاج إلى عنصر بشري شخص من أهل اللغة يصحح لك أخطائك هناك مواقع لتبادل اللغة مساعدة المتعلمين بعضهم لبعض أنت تكتب بالإنجليزية تجد من يصحح لك وهناك شخص يكتب بالعربية أنت تصحح له سوينا فيديو مستقل لهذا الأمر وجربنا عمليا هذه المواقع لنتعرف على أفضلها ستجد الرابط أسفل الفيديو إن شاء الله سأحاول أن تكون هذه السلسلة أسبوعية كل أسبوع فيديو جديد أرسلوا وأكتبوا أسئلتكم واستفساراتكم حول تعلم اللغة والمشاكل التي تواجهونها دمتم في خير وإلى اللقاء